السلام عليكم ما الفرد من بين الذكر والإنثى في الشهين؟ احنا نقول اتبع أكثر شيء وحاول أن أجمعها لكم من بين الموروث ومن بين الناحية العلمية أول حاجة نبتدي بعش الشهين الشهين ما يسوي عشة إلا يكون أمن مكان القذاء ويعرف أن هذا المكان فيه صيد ويحط القذاء فيه فدائما يأمن أول حاجة العش عقب يسوي نجي في الشهين في البداية الشهين بالطبع الحجم هو اللي يفرق الشهين يفرق فيه الحجم حجمة والوزن نبتدي الشهين نقدر نقول له الأنثى من التسعمية ويزيد يبتدي الشهين الشهين دائما يكون له ضبة مسحوبة شوي أو أكبر من ضبة التبع هذه من ناحية الشهين الأرض الحجم قلنا هذا يبتدي الشهين دائما يكون الخلاف أو نقط الخلاف دائما في الذكر واللي تحت الذكر اللي هو الثلثين الثلثين يجي أقل من بينهم في النص من بين الذكر ومن بين النثية والتبع سموه تبع أصلا لأنه يتبع فصيلة الشهين المشكلة كلها تكمن في العش العش أول حاجة إذا حط الشهين البيض بين يفقس البيضة والبيضة ياخذ تقريبا من يوم إلى ثلاثة أيام في القالب يومين من يوم إلى يومين بهذه المرحلة إذا بعض الشهين كبر الفرخ إذا جات أنثى تصير تاكن قبل وأكثر من أخوانها هنا تصير اللي كانوا يسمونها الأول النادر كانوا يسمونه محقورة واللزيز لكن نجي إحنا الحين في الشهين إحنا عندنا الحين مشكلة التبع التبع يجي عينه أصغر من عين الشهين وقريبة شوي متقدمة شوي عند الضبة قريب من الضبة وضبة التبع يجي شوي صغيرة ما تجي كبيرة وإذا جات صغيرة يجي رقيقة أرق من ضبة التبع أرق من الشهين التبع من خريجي أصغر ريش التبع اللي هو الذكر وهو في العيش ينبت قبل الأنثى تشوف ريش الذكر يطلع بسرعة ويزيد بسرعة لأنه طبيعته سبحان الله حار التبع دائما يكون من الأربعة عشر أنت وفي حدود هذا يعني هذا الحجم وزنه يجي من الستمئة وثمانين للسبعمية بالطبع فيه شوهين ثانية اللي هي مجينة وكبيرة وفي حدود اليابان وفي المناطق هذه لها أوزان ثانية أكيد الذكر يكون شوي أكبر من هذا المستوى لأنه دائماً الذكر شوي يجي قبيب وطويل هذه من ناحية الذكر والنثى في الأمثال قالوا عن التبع يقولون التبع خسيص الطبع في الناحية العلمية يقول لك لا التبع مزاجه حار ما يصبر يجي عندنا الثلثين الثلثين يجي أكبر من التبع وأصغر من الشهين والناس هنا يتقالط فيه حتى أنه قالوا مثل بهاتنا أجدادنا كانوا يقولون أم حاقرته هو المشكلة كلها تكمن في العش يمكن أنه جاء عقب الفروخ اللي طلعوا فيجي أكله أقل يجي أصغر لكنه يجي وزنه تقريباً مثل ما نشوفني أنا حطه في حدود الثمانمية وزنه زايد قاصر في الثمانمية هذه اللي هو الثلثين الثلثين لها مناقب يجي لها منكب وقفته أقرب للأنثى من الذكر ولها أصابع أطوال يجي يشوف أصابع الثلثين يتي أطول من أصابع التبع شوي أكبر يعتمد على كل هذا يعتمد كله على العش حتى بعض الشيبان كانوا يقولون أخوانا كله وأكله وهذا يصير صحيح لأن هاي الطيور ما توزن يعني بتعطي قسمة حق لا اللي بيكون في وجهها بتعطيه فهاي لكن احنا نصنفه في أقلب الأحيان تصنيفه يكون يروح للأنثى أقرب من يروح للذكر والله أعلم هذا وجهة نظر وإن شاء الله نحاول نخصص موضوع قامل خاص عن عشوش أو عش الشاهين وشلون يحطه وشلون يكون العش في حلقة ثانية إن شاء الله إذا تصادف كفانا الوقت وشكرا اشتركوا في القناة